مجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية ومؤسساتها المختلفة تبزل جهودا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة موضحا أن هناك تنسيقات تتم على مدار اليوم مع مختلف الأطراف وأشار رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع الحكومة الإسبوعي إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاءات مكثفة للرئيس السيسي والتي دارت معظمها حول تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية لاسيما الأزمة في قطاع غزة وفي الشأن المحلي أكد مدبولي الحرص الشديد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين في ضوء القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لخفض الأسعار واستدامة توافر السلع في الأسواق المحلية وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات من بينها الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية على المستويين العالمي والمحلي ووافق مجلس الوزراء على توقيع عقد لتنفيذ الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات كما وافق على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين وذلك لمدة ثلاث سنوات ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الإفريقية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن ركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي على إطلاق التمويل المناخي لقارة إفريقيا وحددت مطالب دول قارة إفريقيا من البنك الدولي لدعم العمل المناخي ليكون من بين الجهات الداعمة لحجد التمويل المطلوب سنوياً لتنفيذ المساهمات المحددة في قارة إفريقيا والمقدرة بنحو 277 مليار دولار ورحبت الوزيرة بتدشين صندوق الخسائر والأضرار مؤكدة تطلع المجموعة الإفريقية إلى أن يتم التشغيل السريع للصندوق وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ إحدى الشركات الكويتية تضمنت مذكرة التفاهم تسهيل التعاون بين الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة لضمان التعاون الفعال في المجالات ذات الاهتمام المشترك وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري لمزاولة كافة أنشطة النقل البحري والتعاون المشترك في المشاريع التي تقع في النطاق والتعاون في أي مجالات أخرى يلتقي فريق مودرن فيوتشر نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم فيما يواجه فريق الإسماعيلي منافسه ذات في الوقت ذاته ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدور الممتاز اشتركوا في القناة